بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آلي وأصحابيه أجمعين محتارة تعمل إيه على الغداء؟ كل يوم حيرة مش عارفة تعمل إيه؟ تعالي لما أقول لك إزاي تطبري وتوفري وفي نفس الوقت تعمل أحلى الأكلات بمكونات بسيطة جداً ولو هتشتري حاجة من بره هتشتري حاجات بسيطة وهتطلعي بقى نتيجة تحفة هنعمل مع بعض رز بالبشامل إيه ده رز؟ آه رز بالبشامل طيب والمكارون راحت فين؟ مش لازم نشتري مكارون عندك رز عندك شوية لمن عندك قطع الدجاج سويرة تعالوا بقى نعمل أحلى رز بالبشامل أكلة كده متكاملة حلوة أول أول حاجة هعملها هي الحشوة بتاعتنا أو شاورمة اللي هحشي بيها الرز عندنا مجموعة من التوابل عبارة عن إيه؟ عبارة عن توم بودر بصل بودر فلفل أسود بابريكا شوية سكر شوية زعتر آآ ملح وشوية بوهرات فراخ وعندنا الشاورمة بتاعتنا اللي هي صدر دجاجة أو وراج أو من دعلادة أي حاجة أي قطعة في الفرخة تمشي لو عندك روبع فرخة واحد هيمشي ويعمل لك صانية محترمة حلوة قوي هنبتدي نحط جميع التوابل على الفراخ بتاعتنا ونحط شوية خل وبس كده هنتبه الحاجات دي كلها مع بعضها نحطها في التلاجة كده حوالي ساحتين أو حاجة مستعجلة حوالي ساعة مص ساعة في الفرزة كده شوية قبل ما تتجمي تطلعيها تشرب بالتدبيلة السكر ده يخليها تشرب بالتدبيلة بسرعة إن شاء الله هتبقى طعمها جميل تعالوا بقى بعد ما حطتها في التلاجة شوية طلحتها هتش شوية الزيت في الطاصة الزيت يقدر كده ويبقى حامل معايا يسخن حلو يعني ما بتدي أنزل بالفراخ بتاعتني طبعا هكون مجهزة هنا بقى اللهم استطيع سيدنا محمد بصل آآ وفلفل ألوان أنا عندي فلفل بس أغضر على حاجة بس أكيد أحمر فلفل الألوان تمام فلفل الأغضر كمام هو كمام بصل مجهزة أنا على الزيت السفنة بسرعة اللي هي الفراخ بعد ما صربت التدبيلة حلو أول كده وبقى صعمها حلو في التلاجة في التلاجة ده لو هتغيبها نصف ساعة بس أو ساعة بالكتير مش هتلحق تتجمي تطلعيها تاني تمام هنبتدي بقى نعمل في البشاميل البشاميل اللي أنا هعمله هنا على البارد هنزل لكم فيديو برضو البشاميل لوحده عشان اللي حابب يعني يعرف البشاميل بس من غير حاجات دي كلها اللهم صلاتتنا محمد بشاميل ده بعمله لأي حاجة مكارونة بقى روز زي ما هعمل اي حاجة البشاميل اللي بعمله أنا هنا على البارد ما بحطش عليه سامنة كتير لأن طبعا بيبقى دسم قوي طيب أنا هعمل بشاميل ازاي؟ كل كباية لبن بتحتاج كباية كبيرة من الدقيق وهنعرف مع بعض دلوقت المقادر بالضبط بس اشوف بس الشورمة الاول اللهم صلاتتنا محمد اهي غيرت لون والثوات تمام هتجي اللي أنا انجل عليها بالبصل والفلف الالوان طبعا مش هنحط ملخ ولا فلفل ولا اي حاجة لان شورمة شربة بطل هو خلو قوي وثمان هتجي هتجي يعني هتجي المشور حلو الصحة ده للبصل والفلفل هيبقى طعمه حلو طبعا ههد النار واسيبه برحته ونروح بقى للبشاميل ونشوف هنعمله ازاي عزاكو بقى دركزه في الطريقة بتحتي في البشاميل لطريقة حلو قوي ومش هتبقى داسي ممعين هتحطي لكل كباية لبن معلقة من الدقيق وتشوحيهم حلو كده على النار من غير سمنة من غير اي حاجة وحاجة كده تصع ولا حاجة وتشوحيهم كده لغاية لما رحيتهم تطلع طيب هنروح بقى بعد كده في الخلاط هنحط الكمية من اللبن اللي عندنا او من الحليب الله ما صلى على سيدنا محمد وهنزل باب دي اللي انا شوحته على النار لغاية لما رحيته طلعت كده متحرقهوش او متخلوش يصفر او كده انا عايزة بس يعني الطعم الني بتاعي دي يروح يبقى ايه طعم يبقى يعتبر زي المستوي كده تمام؟ هحط كمية الدقيق على اللبن الله ما صلى على سيدنا محمد في ناس ما تعرفش اسم اللبن بنتقول حليب ماشي احط كمية الدقيق على الحليب واخليطهم حلوة اوي في الخلاط وهبتدى أنزل ببقية الكمية بتاعي اللبن طبعا انا ما حطتش كل الكمية في الخلاط لان الخلاط بتاعي مش هياخد كلهم مع بعضه كل الكمية على بعضها يعني مش عارف اخليطهم حلوة فانا خلطت بوسك كده من الحليب اللهم صلى على سيدنا محمد مع الديق في الخلاط وبعد كده نزل التبون في حل انا هنا بتابع برضو الشاورمة هي. كل شوية بقلبها عشان ما تتحرقشي وبتابعها كده آآ جنبي يعني وانا باع بالبشامل. طيب انا نزلتها هو بالكمية بتاعت البشامل اللي بتاعي او اللبن على الدقيق في الحلة. وطبعا مولا على النار وبمضرب كده وايه افضل اقلب فيه عشان ما ايه ما يتحرقش مني من تحت. نفس الوقت بتابع الشاورمة. شايفيني قوام تقول معي ازاي اول ما ابتدى يغلي. هحطي بقى شوية ملح وشوية آآ فلفل اسود. وابتدي اللي انا هقلب بالمضرب. هفضل مستمرة كده بالمضرب على طول. لغاية لما اشيله من العنار. طبعا انا لسه ما حطش اي مادة دهنية. الله ما صلى على سيدنا محمد. بقدر انا هتحكم بقى في المادة الدهنية اللي انا هحطها عشان ما تبقاش داسي ما معي زي الطريقة اللي بتحط فيها السمنة على النار وتحط عليه الدقيق وكده بتحتاج انك تحط السمنة يامة. هنا بقى عشان نصبط الطعم هحط انا بقى كتع الزبدة كده على قد سويرة على مسلسين تلاتة كده جبنا آآ الله ما صلى سيدنا محمد مسلسات. عندك اشطة بقى ازا تحبي تحطي اشطة احطي. هيبقى حلو او. خلاص احنا كده خلصنا البشامل اللي حطينا اللهم صلى الله سيدنا محمد حوالي معلقة كده حلوة كبيرة من الزبدة او السمنة البلدي او اي سمنة انت حباها بتحكم انت بقى في المقدار زي ما انت حبا. شايفين حلو البشامل اللي معايا ده القوامل اللي انا محتاجاه مش هيبقى داسي ولا اي حاجة هيبقى طعم وحكاية. جربيه بالطريقة دي تعالوا بقى نطبق الصنية بتاعتنا. هنحتاج طبعا كمية من الرز. الرز يكون مسلوق عادي زي ما هتكليه. لا يكون طي ولا يكون ان هو مستوي قوي. لا لا يكون عادي تخالص زي ما هتكليه يعني. رز عندك موجود قبلها بيوم تمام. اا ما عندي كيش اسلوق شوية. هتنزلي كبشتين حلوين كده من البشامل في الصنية من تحت. وبعد كده هتنزلي بكمية من الرز. زي ما قلتلك الرز يكون مستوي عادي. يعني انت لو عندك شوية رز بيتين من قبلها بليلة. او قبلها بيوم او قبلها بيومين عادي ما فيش مشكلة. اعملي بيهم احلى طاجن رز بالبشامل. هننزل كمية كده. اسويها على كمية البشامل اللي انا حطتها. بعد ما سوينا الرز كده على البشامل هنبتدي ننزل بكمية من الفراخ اللي احنا سوناها او الشاورمة. شايفين شكلها حلو ازاي? طعمها جميل اوي. هتخلو الرز معاك تحفن. هتنزلي بشوية كده او الكمية اللي انت يعني عاملها على قد الصنية. وهنزل بشوية رز كمان افريتهم عليها. مش حابة تحط الطبقة الطبقة الرز التانية دي تمام. حط البشامل على طول. حطيت كمان طبقة رز وبعد كده حطيت البشامل لما علش الجزء ده قطع مني. البشامل اللي عاده خاص اللي احنا عاملينه حطيته على الوش. الله ما صالح سيدنا محمد. حطي بقى الجبنة موزاريلا. حطي سفر بيضة. آآ يعني تقلب كده على شوية بشامل اللي على الوش سفر بيضة عشان يخليها لونها ححل. آآ لو عندي الجبنة منزاريلا تمام. اي جبن تمام. آآ بصي اي حاجة على الوش. اشطة بقى. يبقى اشطة يا معل. شوية البشامل وشوية الفراخ اللي انا عملتهم. شايفين عملوا صنيطين حلوين ازاي. هوريكوا بقى الصنية دي بعد ما طلقت من الفرن. شايفين اللون تحفة. حلوة او. طبعا المنظر بتكلم عن نفسه. يعني مش محتاجة اقول لكم الطعم عامل ايه. لان طبعا شايفين الفراخ كانت حلوة ازاي. الله ما صالح سيدنا محمد والبشامل. طبعا هيخلي الرز حلو وقوي. المنظر بجد بتكلم عن نفسه. هنقطع برضو مع بعض كطعة كده ونشوفها من جوة عاملة ايه? ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. يعني اكلة كده يعني ملوكي بصراحة. ملوكي ومن حاجات يعني موجودة عندنا في البيت. عندك شوية لبن عندك ربع فرخة بس. يعني الصنية اللي مش قدامك قديم ما اخدتش ربع فرخة. لان انا عملت بصدر فرخة كمان صنية قد دي مرتين. صنية كبيرة. ولو عندك حتى رز بيت هينفع ويبقى تمام. شايفين انا شلت اول قطعة بصراحة ايالي خدوها ومشوا. كالوها. فيهانة والشفة. شايفين بقى دي. شايفين القطعة طالع مسكة نفسه ازاي? بسم الله ما شاء الله يعني انا عايز اقول لكم الصوص اللي نازل من الفراحة دي نازل على الرز مخلة طعم وخرافة غير البشاميل حلوة اوه عايزاكوا تجربوها الوصفة دي يلا بقى لتعجبها الوصفة هتنزل تشترك تفعل زر الجرس تختار الكل عشان يوصلكم مني كل الفيديوهات الجديدة ان شاء الله باذن الله علشان شعرنا الجاية افضل وان شاء الله باذن الله كل وصفات الجاية هتعجبكم مش هتندموا اللي انتو اشتركت معايا في القناة باذن الله مش هيجيلكم كده شعارات مني على الفاضي كل حاجة كل وصفة بعملها بتفيدكو كتير ومن هنا الغاية لما نتقابل في وصفة جديدة اسيبكم في رعاية الله وامنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته